اشتركوا في القناة كيف أفسر التمثيل بالأعمدة والتمثيل بالأعمدة هي طرق تمثيل البيانات التي تعلمنا بعضا منها سابقا وسنتعلم اليوم بإذن الله تعالى قراءة التمثيل بالأعمدة وتفسير التمثيل بالأعمدة وأيضا سنجيب على بعض الأسئلة التي سوف نفسر ناتجها عن طريق التمثيل بالأعمدة هذا التمثيل بالأعمدة يمثل قياس طلاب الصف الرابع أطوالهم السؤال المطروح هنا هل يمكن أن نتعرف على الطول الأكثر تكرارا؟ لنبدأ بقراءة هذا التمثيل بالأعمدة نلاحظ هنا الطول بالسنتيمترات يبدأ من 130 سنتيمترا وينتهي ب160 سنتيمترا بينما هنا أعداد الطلاب بدءا من صفر إلى عشر طلاب نبدأ بأول عمود أول عمود 130 سنتيمترا طالب طالبين عدد الطلاب الذين أطوالهم 130 سنتيمترا طالبان فقط 135 لا يوجد أي طالب طوله 135 140 يوجد لدينا ثلاثة طلاب أطوالهم 140 سنتيمترا 145 يوجد لدينا سبعة طلاب أطوالهم 145 سنتيمترا 150 سنتيمترا خمسة طلاب أطوالهم 150 سنتيمترا ولا يوجد أي طالب طوله 155 سنتيمترا بينما يوجد لدينا ثلاثة طلاب أطوالهم 160 سنتيمترا نعود إلى السؤال هل يمكن أن نتعرف على الطول الأكثر تكرارا؟ الجواب نعم الطول الأكثر تكرارا هو ما يمثل العدد الأكبر من الطلاب وهو 145 سنتيمترا الآن لو نجيب على تساؤلات أكثر حول هذا التمثيل من خلال التمثيل يمكن أن نتعرف على الطول الأكثر تكرارا وكما أجبنا عليه قبل قليل الطول الأكثر تكرارا 145 سنتيمترا الطول الأقل تكرارا لنعود إلى الرسم البياني ونرى ما هو الطول الأقل تكرارا إن الطول الأقل تكرارا هو 130 سنتيمترا حيث تكرر فيه طالبان فقط الجواب 130 سنتيمترا السؤال الثالث عدد الطلاب البالغ طولهم 150 سنتيمترا نذهب إلى العمود الذي يمثل الطول 150 سنتيمترا ثم بعد ذلك نقارنه بأعداد الطلاب أعداد الطلاب خمسة طلاب أطوالهم 150 سنتيمترا الآن لنبدأ بهذا المثال مثال واحد يوضح التمثيل درجات الطالبات في مادة الرياضيات هيا لنقرأ التمثيل في البداية سمر درجتها 80 هدى 60 بينما درجة هيا 140 درجة وراهب 60 درجة ومشاعر وكذلك منا 100 درجة أما الريم فقد حصلت على 60 درجة الآن لنجيب على الأسئلة من الطالبات التي حصلنا على الدرجة نفسها؟ الطالبات التي حصلنا على الدرجة نفسها هن الطالبات التي لهن نفس الأطوال في الأعمدة نلاحظ هنا منا ومشاعر لهن نفس الطول وهذا الجواب الأول أيضا لدينا ريم وراهب وهدى لهن نفس الطول وذلك يدل على أن درجاتهم متشابهة ولهن الدرجات نفسها الجواب منا ومشاعر وكذلك ريم وهدى وراهب التساول الثاني كم تزيد درجة هيى عن درجة سمر؟ نشاهد العمودين عمود هيى وعمود سمر سمر 80 وهيى 140 نقوم بعملية الطرح 80 و140 نبدأ ب140 ناقص 80 أو نكمل الثمانون إلى المئة واربعون لنعرف الفرق أو الزيادة بين درجات سمر وحياة ثمانون نبدأ بالعدد بالعشرات تسعون مئة مئة وعشرة مئة وعشرون مئة وثلاثون مئة واربعون تلاحظون أننا عدينا ستة عشرات الجواب ستون أو نقوم بعملية الطرح 140 ناقص ثمانون وسيكون الجواب أيضا ستون السؤال الثاني كم تنقص درجة ريم عن درجة مشاعر هذا عمود ريم وهذا عمود مشاعر أيضا نحسب الفرق ما بين الستين والمئة ما بين الستين والمئة إما نطرح مئة ناقص ستين أو نكمل ستين إلى المئة وأنا أفضل طريقة الإكمال ستون نعد بالعشرة التي تليها سبعون ثمانون تسعون مئة الجواب أربعون السؤال الرابع من الطالبتان اللتان مجموع درجاتهما مئتان وعشرون درجة وضح كيف حصلت عليها الآن نقوم بالبحث عن الطالبتان اللتان لهم مئتان وعشرون درجة نلاحظ أن لدينا العمود الأول ثمانون والعمود الثاني ستون والعمود الثالث مئة وارضعون والعمود الرابع ستون والعمود الخامس والسادس مئة مئة والعمود السابع وهو عمود الرابع ستون درجة نظرنا إلى العمودة سنجد أن سمر وهي مجموع درجاتهما مئتان وعشرون درجة إذن الجواب هيا وسمر لماذا وهو الشق الثاني من السؤال دائما نلاحظ الأسئلة ونعرف ما المطلوب بالضبط المطلوب الأول عرفنا الأسماء ولكي نوضح ذلك نقوم بعملية الجمع مئة واربعون زائد ثمانون يساوي مئتان وعشرون الآن لنتدرب على هذه المهارة التي تعلمناها بحل التدريب التالي يوضح التمثيل المجاور عدد البطولات للصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس هيا لنقرأ هذا التمثيل نلاحظ أن الأعمدة هنا أفقية وليست عمودية وهذه طريقة أخرى للتمثيل في البداية الصف الثالث حصل على أها كما تشاهدون لا يوجد عدد هنا ولكنه معلوم ما بين الأربعة والستة العدد خمسة إذن عرفنا أن الصف الثالث حصل على خمس بطولات بينما الصف الرابع حصل على ثلاث بطولات وهو العدد بين الاثنين والثلاثة والصف الخامس حصل على ثمان بطولات بينما حصل الصف السادس على ست بطولات وبهذه الطريقة قرأنا التمثيل بالأعمدة هيا لنجيب على الأسئلة السؤال الأول ما الصف الذي حصل على أكبر عدد من البطولات وكما تعلمنا الصف صاحب العمود الأطول هو الذي حصل على أكبر عدد من البطولات إذن الجواب هو الصف الخامس السؤال الثاني ما الصف الذي حصل على ثلاث بطولات هيا لنذهب إلى العدد ثلاثة صفر واحد اثنين ثلاثة الصف الذي حصل على ثلاث بطولات هو الصف الرابع إذا نكتب الجواب الصف الرابع السؤال الثالث كم تزيد بطولات الصف الخامس على الصف السادس في هذه الحالة يريد الفرق ولكي نوجد الفرق نستخدم عملية الطرح أو نكمل العدد الصغير حتى يصل إلى العدد الكبير نلاحظ الصف السادس والصف الخامس هذين الصفين تزيد عدد البطولات وهو الفرق بين الصف الخامس والسادس الفرق بين الصف الخامس والسادس من الستة إلى ثمانية يساوي بطولتان السؤال الرابع كم بطولة حصل عليها الصفان الرابع والخامس كم بطولة حصل عليها الصفان الرابع والخامس الآن نقوم بعملية الجمع لكي نوجد مجموع البطولات التي حصل عليها الرابع والخامس الصف الرابع حصل على ثلاث بطولات بينما الصف الخامس حصل على ثمان بطولات نقوم بعملية الجمع ثمانية زائد ثلاثة يساوي أحد عشر بطولة جميل جميل جدا ننتقل إلى التساؤل الخامس كم عدد البطولات التي حصل عليها الصف السادس والصف الرابع أيضا نوجد المجموع الصف السادس والرابع الصف السادس ست بطولات والصف الرابع ثلاث بطولات ونقوم بجمع هذين العددين ستة زائد ثلاثة يساوي تسع بطولات وصلنا الآن إلى مرحلة التقويم كما تشاهدون في هذا التمثيل الذي يوضح أعداد الطلاب في إحدى المدارس الابتدائية الآن لنحاول قراءة هذا التمثيل وتفسير البيانات نأتي إلى المحور الأفقي لدينا صف الأول والصف الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس أما الأعداد فهي ممثلة في الاتجاه العمودي عشر عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين لبداية الصف الأول أعدادهم ستون طالبا بينما الصف الثاني أعدادهم سبعون طالبا الصف الثالث بين الستين والسبعين أي خمسة وستين طالبا الصف الرابع سبعون طالبا الصف الخامس ثمانون طالبا والصف السادس ما بين السبعين والثمانين وهو العدد خمسة وسبعون طالبا الآن نستطيع فعلا أن نجيب على أي تساؤل حول هذا التمثيل بالآمدة دعونا نأخذ هذا التساؤل كم يزيد طلاب الصف الخامس عن الصف السادس نلاحظ طلاب الصف الخامس عددهم ثمانون طالبا وطلاب الصف السادس عددهم خمسة وسبعون طالبا ما بين الخمسة والسبعون والثمانون إما أن نقوم بعملية الطرحة ونقوم بالإكمال وسيكون الجواب خمسة طلاب السؤال الثاني كم ينقص طلاب الصف الأول عن الصف الرابع لنذهب إلى الصف الأول عددهم ستون وصف الرابع عددهم سبعون طالبا ما بين الستين والسبعين أو طلاب الصف الأول ينقصون عن طلاب الصف الرابع بعشرة طلاب نكتب الجواب الجواب عشرة طلاب تساؤل أخير هل نستطيع معرفة مجموع طلاب المدرسة؟ ما رأيكم؟ هل نستطيع معرفة مجموع طلاب المدرسة؟ الجواب نعم نستطيع وكيف نذهب إلى التنفيذ بالأعمدة ونجمع جميع القيم الممثلة في هذا الرسم البياني الصف الأول ستين طالب زائد الصف الثاني سبعين طالب زائد الصف الثالث خمسة وستين طالب زائد الصف الرابع سبعين طالبا زائد الصف الخامس ثمانين طالبا زائد الصف السادس خمسة وسبعون طالبا ونقوم بعملية الجمع ثم نوجد الناتج الناتج هو عدد الطلاب في المدرسة ستين زائد سبعين زائد خمسة وستين زائد سبعين زائد ثمانين زائد خمسة وستين يساوي 410 طلاب إذن مجموع الطلاب في المدرسة 410 طلاب في ختام هذا الدرس نقوم بمراجعة لما تعلمنا تعلمنا اليوم قراءة البيانات وتفسيرها من التمثيل البياني وعرفنا أن قراءة التمثيل البياني له عدة خطوات الخطوة الأولى نحدد المطلوب من المحور الأفقي الخطوة الثانية نتابع ارتفاع العمود لكي نوجد القيمة المقابلة للقيمة الأفقية الخطوة الثالثة نقرأ العدد المقابل على المحور العمودي وكما تشاهدون المقابل هنا هو 65 وبهذه الطريقة نستطيع قراءة التمثيل بالأعمدة والآن نستطيع أن نجيب على أي سؤال قد يوجه لنا يتعلق بالتمثيل بالأعمدة نشكركم على حسن الاستماع ونسأل الله لكم التوفيق والسداد والنجاح دائما وأبدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة